ضريبة الحرب الأمريكية التي يدفعها الأفغان لنشر ما تسميه واشنطن الديمقراطية هناك كانت باهضة والأكثر من ذلك أن جل قتل المدنيين في الربع الأول من العام الحالي كان بنيران القوات الأمريكية والأفغانية تقرير لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان قال إن القوات الأمريكية والأفغانية تتفوق على طالبان في قتل المدنيين إذ تتحمل القوات الأمريكية والقوات الموالية للحكومة مسؤولية مقتل 305 مدنيين خلال هذه الفترة بالمقارنة مع 227 مدنيا قتلوا بنيران حركة طالبان ومجموعات أخرى الهجمات الجوية ذات الأثر التدميري العالي والعشوائي النيران يؤكد التقرير أن أغلب القتلى سقطوا خلالها أو بمهمات استطلاع برية نفذتها القوات الأفغانية بمساعدة الأمريكيين التقرير يضيف أن هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين يؤكد أن القوات الأفغانية تتحرك بلا عقاب وهذا لعله أمر معتاد في الحرب على ما يسمى الإرهاب بمناطق مختلفة من العالم رئيس البعثة تدى ماشيا ماموتو بدى مصدوما من عدد الضحايا فأكد أن الكثير من المدنيين يقتلون ويجرحون يوميا في أفغانستان مطالبا للقوات الحكومية باتخاذ إجراءات فورية لخفض العدد المتزايد من القتلى والمعاناة التي تسببها الضربات الجوية والعمليات العسكرية المنظمة الدولية أكدت أن عدد الضحايا المدنيين تراجع بـ 23% في الربع الأول من عام 2019 بالمقارنة مع أعلى حصيلة لقتل المدنيين عام 2013 لكنها دعت القوات الأمريكية وحلفائها وقوى الأمن الأفغانية إلى فتح تحقيقات في الشبهات المتعلقة بقتل المدنيين ونشر نتائج التحقيقات وتقديم تعويضات لذوي الضحايا من جهتها أكدت بعثة حلف الناتو في أفغانستان التزامها بالمعايير والدقة في العمليات العسكرية إلا أن وثيقة للجيش الأمريكي تفند هذه التأكيدات جاء فيها أن طيران التحالف ألقى 7362 قنبلة عام 2018 فقط أي ما يعادل خمسة أضعاف ما ألقته عام 2016 يأتي هذا في وقت تسير به المفاوضات بين طالبانا وواشنطن بخطا حذرة للمصول إلى عملية سلام شاملة لكن أيا كانت النتائج فإن بصمات القنابل الأمريكية لا يبدو أنها ستمحى بسهولة من ذاكرة الأفغان ترجمة نانسي قنقر